بسم الله الرحمن الرحيم سنقوم اليوم بشرح برنامج سيكونيا والذي يهتم باكتشاف الثغرات والأخطاء في البرامج وإيجاد الباتش لها من قبل الناشر أو المطور نفسه سنقوم اليوم بشرح طريقة التحميل وطريقة تنصيب البرنامج ثم سنقوم بشرح مكونات البرنامج نتجه في البداية إلى موقع سيكونيا دات كوم بعد ذلك انقر فوق software inspectors يتضح لنا أن هناك ثلاثة نسخ نسخة على الانترنت مباشرة ونسخة شخصية للاستخدام الشخصي ونسخة كاملة الصفات النسخة الشخصية هي نسخة مجانية وهي ما نحتاجه الآن نقر فوق سيكونيا PSI اتظر لنا جميع خصائص ومواصفات هذه النسخة نقر فوقه download now ثم save اختر المكان الذي تريد تحميل البرنامج عليه save بعد التحميل run run اختر اللغة المناسبة اوكي اضغط next ثم اخرى شروط الاستخدام وافق عليها اضغط على next اؤكد علينا ان الاستخدام شخصي next ثم next هنا اتظر لنا المكان الذي نريد حفظ او تنزيل البرنامج عليه ننصيب البرنامج عليه يفضل ان يكون دوما كما هو موضح هنا install ثم تحميل البرنامج finish يسألني هل تريد تشغيل البرنامج الآن نعم yes الآن البرنامج له واجهتين واجهة بسيطة وواجهة مطورة سنبدأ بالواجهة البسيطة مكونة من ثلاثة ألسنة scan your pc zikonia profile وforum عندنا عدة أجزاء في الواجهة البسيطة في secure your pc عندنا الجزء الأول scan your pc وعندنا ايقونة start scan نضط على start scan يتم فحص البرامج الموجودة يتم الآن الفحص تظهر لي معلومات المسح الذي تم على البرامج يظهر لي هنا كما هو موضح المعلومات نذب لها بالتفصيل في هذه الجهة security threats اللي هي المشاكل الأمنية والبرامج التي وجد بها بعض الثغرات تعطي في العمود الأول أسماء البرامج ثم مدى خطورة تلك الثغرات كلما اقتربت تلك الخطوط إلى الأحمر كلما كانت أكثر خطورة في هذا الجهة تظهر لنا أيقونات إذا كان هناك يوجد أي patch تم تحميله من قبل المطور أو الناشر وهنا أيقونة إذا ضغطنا عليها حولتنا على منتديات نفس البرنامج التي تكلمت عن هذه المشكلة كما هو موضح لنا أن هناك ثلاثة مخاطر ونسبة السلامة 95% وتظهر لنا هنا شكل يوضح لنا ما نحن عليه خلال فترة خلال فترة عشر أسابيع كما هو موضح بالشكل هناك خلال فترة عشر أسابيع قلبي